بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنبدأ النهاردة في التحدث عن الشابتر الاول في الجزء الخاص بفليوت باور سيستيمز وهو يعتبر الشابتر السابع من هذا المقرر وهنبدأ فيه بفليوت باور انترو دكشن مقدمة لفليوت باور او طاقة المواقع في المحاضرة بتاع النهاردة هنتكلم على الفليوت باور ديفينيشن وهي why we use فليوت باور والفليوت باور برينسيبل والبازيك فليوت باور كومبوننس ثم الفليوت باور سيمبول نبدأ بي الجزء الاول وهو الفليوت باور ديفينيشن كلمة فليوت باور تعني طاقة المواقع وتعرفها the use of fluid to transmit power from one location to another هو استخدام المائع في نقل الطاقة من مكان الى اخر ونوع المائع بيحدد هنا نوع السايكل اللي بنشتغل عليها يعني لو كان المائع بتاعنا ليكويد في هذه الحالة تكون السايكلز او السيستم اللي احنا بنشتغل عليه هيدروليك سيستم اما اذا كان غاز فده بيسمى نيوماتيك سيستم يبقى الهيدروليكس نقدر نعرفها بانها the use of liquid flowing under pressure to transmit power from one location to another اما النيوماتيك فيتم تعرفها على انها the use of gas flowing under pressure to transmit power from one location to another ليه احنا بنستخدم الفليوود باور او ليه نستخدم الفليوود في نقل الطاقة بشكل عام عملية نقل الطاقة لها صور عام لها صور كثيرة ممكن نقدر ننقل بها الطاقة فعلى سبيل المثال لو انا عندي محرك المحرك ده بينتق طاقة ميكانيكية يبقى فيه عمود بيدور كده وانا عايز ننقل الطاقة دي لمكان اخر فقدامي عدة حلول من ضمن الحلول دي ان انا استخدم سير مثلا في نقل الطاقة او استخدم مجموعة من التروس لنقل الطاقة وكذلك ممكن اركب على هذا الموتور اركب مضخة والمضخة دي تعطي الطاقة دي لفليوود لزيت مثلا والزيت يتحرك under pressure لمكان ما وبعدين احط في الجهة التانية موتور بحيث ان ينتج لي او يحول طاقة الزيت الى طاقة ميكانيكية مرة اخرى وبذلك احنا بنستخدم الفليوود في نقل الطاقة طب ليه الفليوود وليه نستخدم الفليوود في نقل الطاقة اول حاجة لانه بيديني multiplication and variation of force يعني ممكن في نقل الطاقة انه يضاعف قيمة الفورس وكذلك يديني يديني range واسع من الفورس اللي بنقلها easy and accurate in control يعني الكنترول بتاعه سهل جدا وفي نفس الوقت دقيق one source controls mini operation ممكن يكون مصدر الطاقة مصدر واحد زي موتور مثلا ولكن بنقل الطاقة يمكن لها لعدة اماكن مختلفة وعمل عمليات مختلفة high power to low weight ratio يعني لو انا عندي machine بتنقل الطاقة بصورة مختلفة عن الفليوود فلنقل نفس الطاقة ممكن يكون وزن الماشين اكبر مقارنة بالسيستم اللي بيستخدم فيه الفليوود باور low speed torque كذلك constant force and torque يمكن الحصول عليها بسهولة مع الفليوود باور وبتكون safe في الhazard environment فيه امثلة كثيرة تعتبر احد التطبيقات او الامثلة التي يستخدم فيها الفليوود باور واشهر مثال على كده اللي هو الاوناش اللي بنشوفها بتستخدم فيه اعمال البناء بيكون فيه بامب متوصلة على الموتور بتاع الوينش ويه البنب دي بتبدأ تضخ زيت بيبقى موجود في تنق ويه الزيت ده بيبدأ يتحرك ويروح ينفذ وظائف معينة زي تحريك السيلندر زي كده وبتالي يقوم بعدة وظائف زي ما احنا شايفين فده يعتبر من اشهر الامثلة على تطبيق الفليوود باور كذلك فيه البريس او الفورجينج بريس او فيه الهايدروليك بيستونز بس كذلك دي يمكن تشغيلها بالفليوود باور كذلك انت لما تروح مثلا تغسل السيارة بتجد ان فيه رافعة ممكن ترفع عليها السيارة بتاعتك وبتكون شي شغالة بنظام النيوماتيك لانها شغالة بالهوى وتعتبر احد الامثلة او احد التطبيقات للفليوود باور ممكن ايضا نجدها فيه العاب الاطفال المنتشرة في مدن الملاهي دي ايضا تعتبر احد التطبيقات للفليوود باور المبدأ اللي بتشتغل عليه الفليوود باور الفليوود باور بلينسبلز هنجد ان فيه عندنا باسكال لو قانون باسكال وده بيقول ان الفورس اللي بتأثر على مساحة بتعطينا بريشر البرشر ده قيمته بتساوي فورس على اريا والبرشر ده طالما المائع غير متحرك فبينتقل لكل اجزاء المكان المتصل ببعضه في هذا المائع يعني البرشر عند هذا السطح هو الفورس على اريا اللي هي في المثال ده 100 على 10 يعني 10 نيوتن بير سنتيميتر سكوير لو جيت وقفت عند هذا السطح هلاقيها بنفس القيمة لو جيت وقفت عند هذا السطح البرشر بنفس القيمة وهكذا يبقى البرشر انتقل لكل الاماكن المتصلة ببعضها في المائع بشرط ان المائع ده يكون غير متحرك ده يعتبر مبدأ او هذا المبدأ يستخدم بشكل كبير وواضح فيه تطبيق اللي هو ميزان باسكال فلو انا عندي مساحة واسعة زي كده المساحة دي والتكون على سبيل المثال 25 سنتيميتر سكوير وعليها 250 نيوتن فالبرشر هنا لو حبينا نحسبه هيساوي 250 على 25 يعني تقريبا 10 نيوتن على السنتيميتر المربع البرشر ده قمته بتنتقل في المائع يعني لو جينا عند هذا السطح هنجد لازم البرشر تكون بنفس القيمة يبقى البرشر في هذا السطح هتساوي الفرس على الاريا طب الاريا اللي هنا بواحد سنتيميتر سكوير والبرشر بعشرة يبقى الفرس في هذه الحالة بعشرة نيوتن يبقى ده معناه ايه؟ معناه انه انا علشان اعادل الفرس اللي مقدرها 250 نيوتن اقدر اضع فقط على المساحة الصغيرة 10 نيوتن ولذلك ده يستخدم هذا المثال في بيزان باسكال اللي بيستخدم فيه اوزاء وزن السيارات والحويات الضخمة اشتركوا في القناة